إبراهيم طبعاً الشغل في الممتاز مع الأهلي والزمالك تسافل أهلي مع أفكاس عامل أنداف الأمارات تسافل مع منتخب مصر في روسيا الشغل ده أي شغل بيبقى صعب وإي شغل بيحتاج مجهود كبير جداً بس أكيد لما بتنزل بقى الدرجة التانية تعمل شغل في الدرجة التانية اللي أمور ممكن متبقى أشياء أسنة ممكن تبقى أصعب منك تغرفتها يطلع بلقاء كويس في ظروف ممكن يبقى فيها مش نفس الإمكانيات في الدولة الممتاز مثلاً في خلال السنتين ثلاثة اللي فقتهم لكن أنا بحب بحب جداً لما بنزل المتشاب طاعة الدرجة التانية دي لأن أنت بتحس كده أنت اللعيبة والناس اللي موجودة مفيش عليهم مسبوط يعني تقريباً في ناس كتير جداً محدش يعرفهم فأما بنزل عايز أسجل أقسم باللابة بعايز أسجل مع اللعيبة كلها بس عشان ناس عشان المتشاب دي تتزعب فيها كويس كتير جداً يعني أنا أفكر مرة وإحنا بدنا نعب في نادي المعالي في واحد عدا في جموسة ولم أمرش الشنغل لا بيجد والله العظيم واحد عدا في الملعب كده مرة كان واحد العيب معنا كان بيرمي بسيطة وإنت بتلعب وأنا بلعب كان بيرمي قوت لا ما دي حاجة من الحاجات والسه موجودة لغاية دلوقتي بيرمي القوت رح واخد واخد الكرة كان قاعد في الشباك وراه والملعب البيتة هو والملعب هو بيعمل القوت رح واخد الكرة منه في الشباك ودخل جوه والله العظيم لا لكن في الموتشوف بيبقى فيه وبتطلع كمان بلقاءات كويسة يعني أنا كمان إيه اللقاء في بلقاءات كويسة؟ لا اللقاء مع كابتن الرضا عب عادي يعني كمان اللقاء ده كنت أوتوف كادر واللقاء ده يعني كان لقاء يعني عليه كابتن الرضا زعل وكان عليه مشكلة وسبني ومشي بس الحدوتة اللي أنا ما غلطش أنا بسأله الفرقة الطنطة بيلعب بيها ومعها قوام الدوري يعني معها 70% أو 80% من اللي كان بيلعب بيهم في الدوري الممتاز وخسروا المطش كانوا بيلعبوا النجوم وبقول أخير وكمان الطنطة نزل درجة تالتة بعدية يعني نزل هبط فبعد المطش بقول لها كابتن الرضا دلوقت الخسارة الجديدة والوضع إيه فتعصب وتنرفز وحدوتة وأنا بحبش اللقاءات اللي من النوعية دي أنا ما بحبش اللقاءات اللي بتعمل مشاكل أنت واخذ بالك أو حد يبداي لا 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 خالص 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 أنا ما بحب يعني النوعية اللقاءات دي أنا أنا عن نفس أنا ما بحبهاش لا لا خالص بس بتبقى بقى اللقاءات دي حلوة قوي لما بتبقى حضر إيه يعني كانوا حضر مطشات درجة تانية أكتر مني حضر كواليس أكتر مني أغلب الحاجات اللي أنا حضرتها في الدرجة التانية اللي هو فرحة صعود مثلا فرقتين بيلعبوا بعض خلاص يعني أنا حضرت مطشات صعود كتير حضرت مطشة صعود لجونة مطشة صعود حضرته حضرت مطشة صعود بتاع البنك الأهلي كان فيه ايه تانية كان فيه تقريبا أنا حضرت من سنتين كان كان فيه فرقتين بص كان فيه فرقتين أنا عايز أفتكر بس الفرقتين كانوا ايه اللي هيكسب هيصعد هيصعد دوري ممتاز وشبين لو خسر ينزل شبين وسر falls لا لا ما كانش سروميكا شبين كسر أنا معاك الترسانizi وجبين؟ الترسانizi وجبين الترساني وجبين بالظبط كان في استد العباسية ماسهل خد بالك لا لا كنت جامن أنا معاعدم جامن Schlott أنا مع مقدم جامن Schlott كان الترسانيا وجبين الترسان fits لو كسب يصعد. الشبيل لو خسر ينزل درجة ثالثة. الشبيل يومية كسب اتنين واحد. فانت بتتكلم في مطش من اول ما الحاكم صفر بدأ المطش لغاية ما نهى نار. نار بمعنى كلمة نار.